اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة طبعا يعني تحنيئة من كل الاسرة متمثلة طبعا في والده ولازم نقولها طبعا كل واحد والبوزيشن بتاعه علشان نعرف ان اللقباط في امريكا برضو ليهم وضعهم الخاص وضعهم الاجتماعي فطبعا ماهر سمعان هو اكاونتنت وبزنسمان وزوجته شيرين سمعان طبعا التحنيئة من بابا ماهر وزوجته شيرين او ماما شيرين كمان لمينة وطبعا لو اقولها بالعربي هو محاسب ورجل اعمال وطبعا وزوجته اللي هي الام طبعا امه اكتر ناس فرحانين بالابن مينة وبحصوله على البكالوريوس والبكالوريوس في ادارة الانمانجمنت في الادارة والانترنشيب يعني هنخليها ادارة اعمال علشان تبقى هوى اقرب الى الترجمة بالعربي وفي الصورة طبعا واضح ان مينة فرحان تيتا مجدا والخال هاني وطبعا اكبر تهنئة من العم زاك هنذكر برضو زكريا وزوجته سيسيل وولاده بيتر ولو او دينا وزوجها كمان بيهنوا مينة بحصوله على درجة البكالوريوس وايضا تيتا مجدا وهاني مراد وامير مراد اللي هم الخلان يعني وطبعا هاني موجود في الصورة وفرحان جدا طبعا بابنه انه يعني حصل على درجة البكالوريوس هنا في امريكا وده مجهود رائع ومجهود يشكر عليه وكلنا منقدره وكلنا فرحانين معاه كمان فيه العيلة من مصر كمان الاول ناخد العم كمان ألطاف ما ننساش يعني ألطاف سمعان وهير فاميلي طبعا كل الفاميلي متحت ويوسف متحت وزوجته ويوسف عقبال ان شاء الله فرحه وبيهنه مينة بحصوله على درجة البكالوريوس أيضا أشرف عزيز وزوجته حنان ربنا ان شاء الله يشفيها كانت ويعد كده وربنا نتمنى لها كل السلامة ان شاء الله تبقى في الايام اللي جاية دي تبقى كويسة جدا وطبعا ولاده ماركو وأمير وماريو بيهنه مينة بحصوله على درجة البكالوريوس وكمان من مصر في عزيز زوج أخت يعني يعتبر جز عمته ونعمة سمعان وعادل سمعان والعائلة بيهنه برضو مينة وميرفة سمعان ومتحة لويس وعائلاتهم برضو بيهنه مينة بحصوله على درجة البكالوريوس ومدام حكمة زوجة المحامي إسحاء اللي هو أخو المحاسب ناهر وطبعا يعني العائلة كلها فرحانة سواء اللي في مصر أو اللي هنا وغير طبعا يعني الأخوار بكلهم اللي حضروا الحفلة طبعا إسحاء وكلير وشادية وإدوار وكل الناس يعني كل الناس كانوا فرحانين وتهنئة خاصة من البرنامج وطبعا مش هنسى أكرم وصوفي ولا بدر وإريني ولا ننسى نفسنا كمان عادل وبهجة وولادهم كلهم بيهنوا ومينا وبنقوله ألف ألف مبروك الحقيقي مجهود رائع أربع سنين من الدراسة متواصل لا كورونا بتوقف ولا حاجة نشكر ربنا كان فيه تعليم عن بوده وبرضو الحضور والامتحانات هو درجاته عالية جدا وإن شاء الله ربنا يوفقه كمان في المجال العملي زي ما وفقه في الدراسة مبروك بش محاسب وإن شاء الله نشوفك إداري ناجح لأعلى الشركات في أمريكا وألف ألف مبروك كلنا فرحانين من قلوبنا وقناة السيسات بتهنأك بالحصول على البكالوريوس والبرنامج أيضا برنامج حوار ورسالة وبنقول ماهر وشيرين وكل الأقارب وكلهم مبروك 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 إحنا فرحانين لفرحكم وفرحانين كمان إن مين حصل على درجة البكالوريوس هو من الأبناء الغاليين علينا في أمريكا هنا وإن شاء الله ربنا يوفقه في مستقبله وأقبال فرح إن شاء الله النهاردة قبل ما نقول كوفيد موضوعنا الأساسي هو اليوم العالمي للأقباط وكمان هنشوف عيد دخول السيد المسيح في مصر بيحتفله بيزاي والجرائد بدأت تبقى تنوه عنه لكن الآن هناخد استعراض كوفيد ما زال أخبار كورونا حول العالم أخبار مش إيجابية حتى الآن لكن اللقاحات بدأت تبقى بالملايين في بعض الدول زي ما حضراتكم شايفين المصابين ارتفعوا إلى 170 مليون 74.768 حالة إصابة الذين وفاتهم المنية ربنا يرحمهم جميعا 3.535.842 حالة وفاة اللي تم الفاكسين عنهم احنا لسه وصلناه إلى 2 مليار قربنا مليار 864.663.673 حالة فاكسين يعني خدوا الفاكسين اللي هما الجرعتين نشكر ربنا هذا الرقم يعني قربنا إن احنا نكون ربع العالم إن شاء الله يعني في الشهور القليلة القادمة نوصل للنص علشان نوصل لمناعة جماعية الهند بتاعت الوتيرة تخف شوي لكن مزالت الأرقام ضخمة مصر القاهرة بتعلن عن إن مزالت الأعداد تحت الحصار اللي هي من 1000 إلى 1100 كل يوم إصابات والوفيات لا تتعدى من 50 إلى 60 وحالة وفاة في اليوم وده برضو معدل سريع ومعدل يخوف فلسه مزال المناعة الجماعية اللي لم نصل إليها في مصر استرازينيكا بقى بيدي أكتر من 86% بتعلن الصحة عنده وأيضا سينوفارم أي حاجة تيجو قدامك خدها لأن هي دي اللي هتحتقيق من هذا الوباء بالنسبة كبيرة بالنسبة 90% وال95% والأجسام المضادة اللي بتكونها هذه اللقاحات هي اللي بتحيارب المرض الحالات كتيرة جدا مزالت الحالات كتيرة في مصر وبنسمع عنها والأقارب وربنا يعزي اللي فقدوا يعني فقدوا ناس عزاز عليهم في كوفيد 19 هي في الآخر برضو هي أمر الله محدش يقدر ملوش يد فيها لكن احنا بنقول سريع بالتطعيم حتى نصل إلى المناعة الجماعية وأعتقد أن مصر موفرة ملايين الجرعات حتى الآن من استرازينيكا وسينوفار وفي مقالة عن أهمية استرازينيكا ممكن نقراها وإنها نسبة عالية جدا بتدي نسبة عالية من الأمان نشوف وزارة الصحة قالت إيه على لقاح استرازينيكا في مصر نشوف كده أيوة السحة عن فعالية لقاح استرازينيكا بعض الجرع الأولى كمان قالت وزارة الصحة والسكانين جميع لقاحات فيروس كورونا ممكن نقلعشان نقلعشان أيوة المستجد في مصر فعالة وآمنة مستعرضة لقاحات المستخدمة في مصر خلال هذه الفترة مشيرة إلى أنها لقاحي سينوفارم وسترازينيكا وبعد استخبال الخط الساخن 105 استفسارات متعددة حول فعالية لقاح استرازينيكا الناس بتسأل وزارة الصحة هي اللي بتجابه ده شيء جميل يعني بعد الجرع الأولى كمان أكدت الوزارة في توضيحها أن اللقاح في حاليته تصل إلى 79% وتعمل على الحماية من خطر الإصابة بالفيروس وتخفيف حدة الأعراض وده المهم أن تخفيف حدة الأعراض ومتبقاش التهابات رئوية حد وفشل رئوي يصل إلى الوفاء فعالية لقاح استرازينيكا بعد الجرع الأولى وتابعت الوزارة أن فعالية لقاحات كورونا في مصر ممكن نرفع كمان أربعي الخبر تصل لأكثر من 86% مشيرة إلى أن اللقاح سينوفارم الصيني تصل درجة فعاليته إلى 86% من الحماية بخطر الإصابة بالفيروس ما يجعله آمنا وفعالا وتفصل بين الجرعتين الأولى والثانية منه 21 يوم وأكدت الوزارة خلال استعراضها لموقف مصر من اللقاحات أنه متوقع وصول مليون جرع من لقاح سينوفاك الصيني وذلك خلال الأسبوع الأخير من شهر مايو أو الأسبوع الأول من شهر يونيو المخبل وتستمر وزارة الصحة في رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات لمتابعة الموقف الوبائي لحظة بلحظة واتخاذ كافة الإجراءات للوقاية من الفيروس أو غيره من الأمراض المعدية الأخرى وأن شدت المواطنين في حال ظهور أي أعراض لابد من الذهاب إلى المستشفيات وطلب الرعاية في توقيت مبكر خاصة لو أن الحالة في كبار من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة مؤكدا أن جميع المستشفيات جاهزة لاستقبال أي حالات ولا صحة بمناشدة الوزارة المواطنين بعدم الذهاب للمستشفيات وناشدت الوزارة المواطنين بضرورة الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية كارتداء الكيمامات والتباعد الاجتماعي وغسط اليدين باستمرار لمدة لا تقل عن عشرين تانية بالماء والصابون وتكفي فيها جيدا والبعد عن المناطق المزدحمة وأيضا عدم التكدس أو الأحضان أثناء اللقاء والاكتفاء بالترحيب بالأيدي هذا الخبر منقول من جريدة الوطن الحقيقة لسه برضو خطر موجود في مصر وخصوصا لأصحاب الأمراض المزمنة في عدم تلقيهم اللقاح مصر تعقدت على ملايين اللقاحات ابتدت يعني نعدي الاثنين مليون تطعيم في مصر وده شيء برضو كويس يعني اثنين في المية احنا عايزين نصل لخمستاشر وعشرين وخمسة وعشرين وثلاثين واربعين في المية من الشعب المصري انه يكون حاصل على اللقاح لان هي دي الوسيلة الوحيدة الان للمناعة الجماعية علشان الفيروس ده يمشي من الارض ربنا يعني يوضع النهاية ورحمه كثيرة ونحن نتمنى وندعو دائما الله انه يرحمنا وانه يخفف هذا الوباء او يشيله من العالم كله كمان في حاجة تانية عن استرازينيكا في حاجة كمان انه عايز اقول وزارة الصحة بتؤلن عنها انه في بعض الاشعاعات بتطلع ان المستشفات مكدسة ماشي في مستشفات اه بس في اماكن بتفضل يعني مش الحالة ما هياش زي الايام العادية لكن المستشفات بتهتم وكمان ايضا في على فيه متبرعين من الاطباء تليفونهم شغال ليل نهار للحالات اللي هي مصابة بكورونا والبروتوكول العلاجي او ازاي تعرف ان انت في خطر او لأ او انت عديت المرحلة او انت اه المرض عندك ما اصرش او سيب اصار بسيطة كل ده فيه اطباء متبرعين جدا بانهم يتابعوا الحالات دي عن طريق التليفون وفيه عن طريق المستشفات وفيه خدمة المرضى ان وزارة الصحة بتبتدي تبعت هل دي متاحة لكل الناس هل الاسعاف برضو متاحة دي برضو تقدر تسأل وتتابع فيها حتى اه من اجل الاخارب والحاجات دي كلها وتساعد لكن اه الابتعاد عن اه مصدر العدوى ده مهم ابتعاد عن الزحام مهم اه وطبعا اتحطت دلوقتي كمان اه مواعيد للغلق ومواعيد للفتح خصوصا في الاماكن اللي فيها بتجمعات زي المقاهي وغيره ودي برضو علشان صحة المصريين اه الحقيقة الحكومة بتحاول جاهدة انها تفزي القصارى جهدها لكن اه زحمة المترو لازم تبقى بالكمامة زحام اه 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 حتى في الحاجات الحفلات اللي هي العامة او الحضائق العامة اذا كان فيها برضو الاتباعد كويس اوي الاحترازات كويس اوي غسل الادين اه الاماكن ما تمشيش في الاماكن الزحمة لانه ممكن يكون واحد مش لابس الكمامة وتنفس في خلال اه بتاجي بالصدفة انك انت كمان مكنش لابس الكمامة وتمر في الهوى ده في الحتة دي وتاخد المرض ودي سهل اوي لو كنت من اصحاب الامراض المزمنة فالاطباء بينصحوك انك انت تبقى ملازم وتبقاش مخالط المخالط دايما يتعامل بحرص مع صاحب المرض المزمن على اساس ان دي حاجات ده اللي نعرفه على المرض هو طبع ربنا اقول بسطورة في الاول وفي الاخر ده مما لا شك فيه لكن هو في الاخر لازم لازم نعترف ان احنا اه ده حسب المعلومات اللي جيالنا على المرض واللي احنا بنحارب بيها المرض الحاجة اللي احنا مش شايفينها الكمامة غسل الادين التباعد كل ده المخالط تبعد عنه اللي بشتغل في الاستفات الطبية يبقى حريص اكتر لانه وممكن يبقى البلط بتاع ومش عارف ايه كل ده حامل للمرض وهو ممكن ما يبقاش عارف او ما خدش التعقيب الكامل وهو داخل المنزل او البيت فالمخالطين سواء المرضى او المخالطين للمواطنين لازم يكون عليهم حرص اكتر من الناس اللي عزلين نفسهم بالتبعية واصحاب الامراض المزمنة وطبعا الدكاترة في كل القنوات في كل السيطات يعني تقريبا يعني شرحوا هذا الفيروس لكن هو الحاجة الوحيدة اللي موجودة دلوقتي هو التطعيم هو اللقاحات فمصر بتسارع انها تجيب ملايين طبعا يتعقدت على اكتر من 40 مليون لقاح هما طبعا بيجوا بالتدريج امريكا كل الانتاجية بتاعتها تبقى الدول العالم خلاص يعني تقريبا هي اكتفت وفاوتشي بيصرح انه ممكن تبقى فيه جرعة استثنائية تنشطية بعد من 6 شهور ل 8 شهور لسه لغاية دلوقتي ما اعلنوش عنها في امريكا لكن ممكن يعلنوا عنها في القريب العاجل ممكن بدايات شهر 8 شهر 9 على اساس الناس اللي اتعامت في شهر 1 او اتعامت في شهر 12 ممكن انهم ياخدوا جرعة تنشطية تالسة لغاية دلوقتي ما نعرفش هنا حاجة لكن هي معلن عنها بالني او بالاعلانات ان هي ممكن يده يحصل حتى لو ده حصل هتبقى اكيد متوفرة في امريكا وعملين حسابها غير كده كل استرازينيكا وكل الحاجات اللي كانت حاجزاها امريكا ومدخلتش امريكا وجهتها لدول العالم كلها بقى مش اقول دول العالم تالت ولا تاني ولا اول مش مهم هو على حسب الاحتياجات واعتقد ان شغل الشغل دلوقتي الامريكا وكل اللي بنتجوا اللقاحات انهم يغطوا العالم كله باللقاحات وصلنا الى ما يقرب من اتنين مليار من سبعة وشوية يعني تقريبا دخلنا دخلين على مرحلة التلت يا رب ان شاء الله يبقى النص ويبقى ستين في المية من الشعب العالم كله او من العالم كله واخد الفاكسين قبل ما نخش في اليوم العالم اللي أباطوا احتفالات السنة دي يحتفل ازاي بدخول السيد المسيح ارض مصر اللي هو عيد العائلة المقدسة وازاي انها تتحط على الخريطة السياحية وعلى فكرة هي بدايات مبشرة بالخير جدا هنتكلم عن هنتكلم عن تفاقم يعني المشكلة الفلسطينية الاسرائيلية في بس حاجة كده ملتهاش يعني الحلقة اللي فاتت موقف اسرائيل ومصر الآن هل هما حل موقف بس ولا محاولة لحل القضية من جديد هي الحقيقة هي محاولة لحل القضية وهذا الصراع اللي مش عايز ينتهي في المنطقة بيحاول رئيس السيسي بكل طاقاته بالمخابرات بالخارجية بكل دعم دولي انه هو يحرك القضية لمحاولة حلها جزريا عمل رئيس السيسي علشان ينهي الموقف كمان بين غزة وبين اسرائيل فهو تبادل الاسر خلي بالكو حماس واخدأ اسر يهود وحطهم في السجون هناك فاسرائيل عايز الاسر دوله وكلمت وطبعا حماس ليهم ناس موجودين في اسرائيل فهيحصل زي تبادل هي حرب بكل المقييس ولكن المدنيين بيدفعوا التمن لان حماس بتحارب بدرع المدنيين واسرائيل كل اراضيها مدنية مفيش مواقع اسكرية معينة تضرب فبرضو حماس بتضرب مواقع مدنية فالموضوع المدنيين هنا وهنا هم الخسرين فده ممكن هذا الموقف يعجل يعجل بتحريك ايجابي للقضية الفلسطينية وده الحقيقة الادارة المصرية استغلته احسن استغلال وبدعم عالمي عشان القضية تتحرك يارب انها تتحرك ارائي ففي وزير الخارجية الاسرائيل هيزور مصر وفي مشكلة الاسرة الرئيس السيسي بيحاول ان هو يحلها ناخد المقاليل المكتوبين دولا ماذا يحمل وزير الخارجية الاسرائيلي في جعبتي للزيارة المرتقبة الى مصر طيب ماذا يحمل وزير الخارجية الاسرائيلي بجوابته خلال زيارته لمصر وزير الخارجية الاسرائيل هيزور مصر قريب وصلتت وسائل الاعلام العبرية الدوء على الزيارة المرتقبة لوزير الخارجية الاسرائيلي جابي اشكينازي اسمه كده الى القاهرة للقاء وزير الخارجية سامح شكري من اجل بحث اتفاق وقف اطلاق النار مع حركة حماس وذكرت صحيفة جورز العبرية ان مصر تدفع باتجاه عقد هدنة دائمة في قطاع غزة بين اسرائيل وحركة حماس خلي بالك هدنة دائمة دي معناها ان دي خليها دي اخر استراعات اللي هي المسلحة وبعد كده نبتدي نماهد للجلوس على مائدة المفاوضة عقد هدنة دائمة في قطاع غزة بين اسرائيل وحركة حماس لكن خلافات حول شروط الهدنة بين الطرفين تحول دون تحقيق تلك الهدنة لسه في على الارض في لا مش عايزين من هنا ومن هنا من الاتنين وكانت اخر زيارة قام بها مسؤول اسرائيلي رفيع المستوى الى مصر كانت عام 2008 عندما التقت وزيرة الخارجية الاسرائيلية تسيبي ليفني انتفكرنا طبعا وزير الخارجية النزاك ايام احمد بلغيت بالقاهرة وتأتي زيارة اشكنازي الى مصر لتعد وسيطا تاريخيا بين اسرائيل وحماس من اجل تحقيق تقدم في وقف اطلاق النار المعلم بين الطرفين حيث من المقرر ان ينقض شكري واشكنازي تفاصيل مبادرة اعمار قطاع غزة يبقى في اعماره في عقد هدنة دائمة ادي حاجة تانية يعني ماشيين لحل القضية حل جزري وبحسب جورزاني بوست فانه من المتوقع ان يخبر اشكنازي المسؤولين في القاهرة بان اي اتفاق مع حماس يجب ان يشمل اعادة المحتجزين الاسرائيليين لديها الاسرائيليين فهو سمهم المحتجزين وتأتي زيارة اشكنازي لانهم طبعا يعني هم خدون من المعسكرات خدون من ناس حاجات مدنية فبيقول محتجزين مهماش اسراء لان الاسراء تطلق على الحرب تأتي زيارة اشكنازي الى القاهرة تزامنا مع ترقص مدير المخابرات اللواء عباس كامل وفدا امنيا الى قطاع غزة ورمالة من اجل بحث عبرية ان مدير المخابرات قد يلتقي بنظيره الاسرائيلي الي كوهين ورئيس الوزراء الاسرائيلي بن يمين نتنياه للوقوف على شروط عقد هدنة دائمة في قطاع غزة صدى البلد ده خبر مهم جدا هدنة دائمة دي يعني مش نسمع بقى عن اخبار اطلاق صواريخ ولا طالع الطيران بتضرب اهداف في غزة ان شاء الله ما نسمعش كل الكلام ده كل ده لصالح سواء المواطن الفلسطيني اللي موجود في غزة وايضا المواطن الاسرائيلي لان الحروب كلا الجانبين خسران من خسران اكتر دي ممكن نحسبها لكن الاتنين بيبقوا خسرانين الحروب لا يكسب منها احد على المستوى كله بيصرف على الحرب وكله بيخسر لكن المكسب كل واحد بيعلن المكسب بطريقته يعني المرة اللي فاتت السيد السمير راجب اهل حمس اعلنت المكسب والتهليل على اساس انهم كانوا عايشين يعني قالك الحد الادمة اه للبشرية هناك يعني انهم يبقوا عايشين فيحتفلوا انهم انتصروا حاجة صعبة يعني وطبعا من ناحية التانية اه تفوق العتاد العسكري والكلام ده كله الامن الاسرائيلي برضو بيدي هزة معنوية للمدني في اسرائيل وبالتالي هو انسب وقت الهدنة الدائمة هو دلوقتي وتحريك المفاوضات الى ان يبقى فيه حل دائم لهذه القضية اللي هي بالمناسبة هي عادلة لكل الفلسطينيين لكن المحامين اللي هم بيدفع عن القضية ممكن ان يقطئوا الطريق عادي جدا لانه مبشر وان القيادة تتغير او ما تتغيرش هي فيه قضية فلسطينية يجب ان تحل اه مشكلة الاسرة وتكلم فيها الرئيس السيسي بنفسه نشوف الخبر التاني عن ده عشان ننقل الموضوع الاساسي الرئيس السيسي بيوجه باستمرار لاجتماعات لحل مشكلة الاسرية فيه محتجزين لكن اه معرفش هالحماس ممكن لما يكون مجموعة مسلحة اطلق عليها اسرة لدى اسرائيل لكن بالنسبة لحماسية مش واخدين جنود ولا واخدين المخابرات ده واخدين ناس عادية مدنية من اسرائيل وجه الرئيس عفتاح السيسي باستمرار الجهود رئيس عبدالفتاح السيسي رئيس المخابرات العامة لاجراء المبحثات مع رئيس الوزراء الاسرائيل والجهة المعنية في اسرائيل حول تثبيت وقف اطلاق النار والتطورات الأخيرة على الساحة الفلسطينية كما أوفد الرئيس عبدالفتاح السيسي وفداً أمنياً رفيع المستوى للأراضي الفلسطينية لبحت تثبيت وقف اطلاق النار واعادة اعمار غزة نطلع كمان فوق هتلاقي الخبر تحت تقليل العمار ومنقشة سبل التوصل لتهديئة شاملة بالضفة الغربية وقطاع غزة واجه الرئيس الوفد لدفع جهود انهاء الانقسام الفلسطيني وأكيداً على أهمية اتخاذ كل ما يلدم من إجراءات لضمان عدم تكرار التصعيد بين إسرائيل وفلسطين حلو ده جميل ده سلام بجد ده سلام للمدنيين بجد الأطفال والناس والشيوخ واللي هم ملهمش دعوا بالحرب خالص ويدفعوا التمن نظراً لهذه الحرب طبعاً يعني شيء للأسف ده انه ما يحصلش تاني أو السعي المصري انه ما يحصلش تاني ده شيء في منتهى الجمال يعني ندعم على فكرة القناة دعم الرئيس السيسي والسياسة المصرية لإحلال السلام في الشرق الأوسط على أساس يعني نفسي المعادلة دي على أساس من الأمم المتحدة والأساس أنه في دول كتيرة بدأت في المنطقة ما بقالها سبعين أو خمسين أو تمانين سنة قولك عمر إسرائيل سبعين سنة تم عمر الدولة الهشريمية قد إيه وعمر الدولة السعودية قد إيه وعمر دولة الكويت قد إيه عمر قطر قد إيه آه في دول طبعاً عريقة المنش زي العراق وسوريا وحتى تركيا تركيا دي وردو يعني كانت من ضمن آه حاجة كده أنطاكيا وحيطة دي ويعني كانت القسطنطينية وكانت بيزنطا يعني إلى وقت قريب فالموضوع كله فيه دول منشأة فعلاً حديثة واحترام آه آه الحدود إحنا بنرسم الحدود على حسب آه مش على حسب مصر القديمة من سبع تلاف سنة لعلى حسب اتفاقيات سايكيس بيكو على حسب التاريخ بتاعنا آه حدودنا آه شكلها إيه ما إحنا كنا أيام الفرعنا كنا بنحكم الشام وكنا بنحكم السودان وحتى لغاية الملك فاروق كانت مصر والسودان دولة واحدة وكان اسمه ملك مصر والسودان لكن الآن هم دولتين فنحترم القرارات الدولية ومنقولش نرمي البحر ونرمي الترعة والكلام اللي مالوش لازم ده وعلى فكرة الدعوة لحل القضية دينيا ما قالها كده يوسف زيدان قال إن هي إلى الأبد بقى حروب الحروب المقدسة تبقى بين الاتنين بين اليهود والمسلمين لكن إحنا مش عايزينها كده إحنا عايزينها آه في حق مدني للشعب الفلسطيني في حقوق للإعتراب بإسرائيل وأعيدا إنها تعيش في سلام ده شيء آه يجب احترامه ويجب إعلام عنه يعني يجب الإعلام العربي أن يركز على ده في الأونة اللي جاي لأن الشعب العربي من كتر ما هو بيرضع كراهية لإسرائيل فمش متقبل إنه يغير موقفه بسهولة والسوشيال ميديا خير ودليل على ذلك نيجي بقى لليوم العالمي للأقباط اليوم العالمي للأقباط هو من سنتين الرئيس السابق دونالد ترامب وقع على يعني وثيقة بتقول إنه أول يوم في شهر يونيو هو اليوم العالمي للأقباط يحتفل به الأقباط اللي موجودين في أمريكا وأيضا يحتفل به كل أقباط العالم عشان كده سموه اليوم العالمي الحقيقة يعني اللي سعى للمجهود ده هو كان فيه سعى شخصي يعني ما كانش جماعات أقباط قدمت ولا غيره لكن هو فيه كان سعى شخصي لناس وصلت إلى الرئيسة والكونجرس وكان من سنين مقدمين على اعتبار هذا اليوم يوم عالمي هل اليوم ده ليه احتفالية في مصر أو مصر بتحتفل به ككنيسة أو مجتمع مسيحي وبعض المسلمين والمنشآت السياحية أن دخول العائلة المقدسة أرض مصر بتتزامن في يوم واحد يونيو لو واحد ست ومصر فيه احتفالات من ده حتى الجرائد بتادي تتكلم عن رحلة العائلة المقدسة لكن لم يتكلموا عن اليوم العالمي للأقباط كلمة قبطي هو اليوم العالمي للمصريين الموجودين في العالم كله بما فيهم مصر فهو اليوم العالمي للأقباط المفروض أنه هو يبقى يوم عالمي للمصريين لازم نفهم المعنى ده والحقبة القبطية أو الحقبة المصرية اللي هي قبل دخول العرب مصر أو امتزاج بعض الحضارات بالحضارة المصرية فده شيء لا ينقص من المصرية شيء فأنا لما أقولها بال إيجبت دي معناها أن أنا بعني مصر لما أقولها كبت يعني برضو بعني مصر لما أقولها أخباط برضو بعني مصر لما أقول كوبتيك بعني مصر كل دي لنا لغة كمان واللغة دي بتاديت تظهر كمان في حفل المميوات في الإنشودة بتاعة إيزيس وهي حتى كانت دينية وقتها يعني دينية وقت إيزيس لكن هي تقالت كشيء من الثقافة المصرية التي لم نفقدها ويعني الاحتفال ده كان إعلان عن عن مصر وعن إيه الثقافات اللي بتحويها يعني اليوم العالمي للأباط مش عايزين نتنازل عنه ده ده أكبر يعني أكبر دولة في العالم ورئيس أكبر دولة بيمدي بيقول كل سنة هم طيبين اليوم العالمي للأباط ويوم واحد سنة من سنتين الكلام ده حصل احنا مش عايزة أقول ده ريبابلكن وده ديمقراط لأن دي قضية أخرى لكن هنا يعني الموميريال دي اللي هو بالمناسبة كل سنة هم طيبين الموميريال دي ده هيحتفل بيه الأمريكان واخدين أجازة يوم لتنين وده يعني لكل اللي ليهم ذكريات مع الناس اللي هو من جيل إلى جيل بيسلم الراية فبيحتفل بالموميريال دي وفيه ناس طبعا بتروح لزيارة المقابر زيها زي المصرين بالزبط وطبعا مع أن الكورونا خلاص تبتدى يقل جدا في أمريكا ففيه كل المقابر في أمريكا عليها الورود وطبعا هو بيروح المقابر هنا عبارة عن حضائق ما هيش ما هيش ليها حاجات كده فيه بعض المحتفظين بالحاجات اللي هي القديمة زي الكنيسة الأرمينية واليونانية وعملين اللي هما زي شواهد القبور والحاجات دي لكن بالنسبة للنظام في أمريكا هي بالزبط كده بلاطة بتتحط على الأرض لأنه بيبقى تحت أو بيبقى فيه مبنى في الحيطة بيتحط برضو عليها فالزيارات بالورود موجودة في كل الحضائق اللي هي بتمثل المدافن في أمريكا والحقيقة بيبقى يوم كويس جدا والأسرة بتجتمع فيه وبيبقى مومريل دي بيحتفلوا بكل الزكريات كل المجتمعات من كل الدول لأن أمريكا هنا مفهاش بس مصريين بس لا فيها مصريين فيها مكسيكان فيها أوروبيين فيها صينيين فيها يونان فيها أفرقى فيها يابنيين فيها فيها كوريين فيها كل الجنسيات فيها من جنوب أفريقيا فيها من أستراليا فيها من أمريكا اللاتينية فيها من كندا أن فيه كنديين بييجوا كله بيحتفل بمومريل دي وكله بطريقته بس هو فيه طرق عاما أنه العيلة بتجتمع الأسر كلها بتجتمع في المومريل دي وبيتلقوا يعني مش التهاني لا يعني حاجة كده لزرع الود والمحبة بين مش الجاليات لا ده الشعب كله لأن الجانيات كلها بتعمل كده ما هواش يعني قالون لكنه حالة من الحب المجتمعي بتعيشها أمريكا فكل سنة وحضراتكم طيبين في مناسبة المومريل دي وكل سنة وانتوا طيبين باليوم العالمي للأقباط اللي هو احنا المفروض نهاني نفسنا بيه إن احنا كسبنا هذا اليوم وابتدى المصري يعني مش يخش بس كمان في الإجيبتولوجي في علم المصريات بس لا وكمان في علم الاجتماعيات إن احنا بقى لنا يوم العالمي بيحتفل به في أمريكا وبيعلن عنه أعتقد إن هو مش مشهور كفاية إحنا علينا إحنا بقى كمصريين إن احنا نشهر هذا اليوم ونقرنه بعيد دخول السيد المسيح إلى مصر ده شيء جميل وده شيء برضو بيشجع كمان السياحة لما تتحط رحلة العائلة المقدسة على السياحة وبالمناسبة القناة هنا عمل إعلان رائع عن رحلة العائلة المقدسة بكتاب و سي دي وموجود لمن يطلبه من المشاهدين هنعرض الإعلان عن رحلة العائلة المقدسة لمصر في عملته السيسات ونشوف قد إيه هو جميل وحلو وعالمي كمان نشوفه مع بعض من مصر دعوت ابني حصري من قناة سيسات كتاب مصار العائلة المقدسة في مصر بجودة عالية وباللغة العربية والإنجليزية مرفق مع الكتاب دي فيدي يحتوي على فيلم وثائقي مدته 45 دقيقة عن مصار العائلة المقدسة في مصر لحجز الكتاب أرجاء الاتصال بالأرقام التالية مبارك شعبي مصر مبارك شعبي مصر إعلان جميل مدته بسيطة بنزيعه على طول في القناة معمول بجودة عالية في كتاب وفي دي فيدي لمن يطلب من المشاهدين أرجوكم اتصلوا بالقناة وإحجز نسختك ودي فيدي يصلك بالبريد إلى أي مكان أنت موجود فيه طبعا في أمريكا نرجو كتاب جميل قوي رحلة العائلة المقدسة وعلى فكرة يعني وزير السياحة لم يتدخر جهدا في وضع رحلة العائلة المقدسة على المصار السياحي العالمي إزاي وضع على السياحة العالمية لأن دي سياحة دينية يبقى المقصود بها أكبر تجمع للمسيحين وهو الكاتلك والكاتلك حوالي 2 مليار فتقريبا رح قابل بابا الباتيكان وحطوا دم الأماكن المقدسة للكنيسة أو للمسيحيين على مستوى العالم أنهم يزوروا هذه الأماكن في مصر التي قدسها السيد المسيح والسيدة العزراء بقدومهم إلى أرض مصر وإخليماتهم في مصر مدة 3 شهور 3 سنين و 6 شهور طبعا تباركنا جميعا بأرض مصر شرب من نيل مصر تبارك النيل ولن يجف النيل لن يجف حكاية النيل يجف دي ممكن تبقى حصلت قبل كده لكن هي مش تحصل تاني أو ممكن تكون حصلت في حقبة من السنين لكن الآن هي ما حصلتش في الأيام العادية ما فيش في التاريخ يذكر إنها سنة 200 ولا 300 ولا قبل الميلاد ولا ما فيش الكلام ده فإن شاء الله النيل لن يجف طبعا دربات العشرة إن النيل تحول إلى حاجات دم وكده ودي من ضمن الحاجات اللي ذكرت في الكتاب المقدس ودي نحترمها كلنا ونقول إن الدربات العشرة دي ربنا أراد بيها بس على أساس إن هو يخضع فرعون إنه يخضع الأوامر الإلهية ويترك شعب بني إسرائيل إنه يرحل من أرض مصر لكن بخلاف ده النيل هو هبت يعني هبت مصر من النيل والنيل ده على الضفاتين قامت الحضارة الفرعونية اللي مداها يصل إلى 7000 سنة وهي ممتدة إلى عمق التاريخ عفوا فيه الجرائد المصرية بتادي تكتب عن احتفاليات المسيحيين بالدخول المسيح إلى أرض مصر وإيه اللي هيحصل ففيه بيقولك تعرف على المحطات من ضمن المحطات كانت كان بعض الأدجورة يعني فنشوف المقلة مكتوبة على جريدة الوطن أو الأخبار تقريبا ومحطات مصار العائلة المقدسة بمصر أدجورة وادي النطرون الخبر بـ 30 مايو على مدار ثلاث سنوات احتمت العائلة المقدسة خلال زيارتها لأرض مصر حيث باركت حيث باركت العديد من المناطق والمدن والتي أصبحت مزارا سياحيا دينيا يحرص على زيارتها الألوف من جميع بلدان العالم تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في الأول من يونيو بعيد دخول العائلة المقدسة إلى مصر حيث تقيم الكنيسة احتفالية بحضور قدسة البابة ودروسة الثاني بابا الأسكندرية وبطريارك الكرازة المركوسية بابا الأسكندرية وبطريارك الكرازة المركوسية والدكتور خالد العناني وزير السياحة والأطار لإحياء ذكرى دخول السيد المسيح والسيدة العزراء مريم أرض مصر ده سيكون في كنيسة السيدة العزراء مريم بالمعادي وتعد أديورة وادي النطرون من أهم المدن التي احتمت بها العائلة المقدسة خلال زيارتها لمصر والتي ظهرت فيها الرهبنة على مدى العصور وأصبح يحرص الأخباط على زيارة أديورة وادي النطرون للصلاة وزيارة الكنائس الأثرية بالأديورة ولفوادي النطرون والحقيقة ميرا بتفكرني بأن احنا عملنا مع الوزير الوزير الهمامي يعني الوزير السياحة المصري خالد عنان تكون خالد عنان وعملنا معه لقاء على شاشات القناة هنا بمناسبة هذه المناسبة كان في إحدى زيارته إلى زيارته إلى الولايات المتحدة الأمريكية واستغلنا الفرصة والحقيقة قامت ميرا بهذا اللقاء وكان لقاء يعني مجبع للمصريين أن السياحة المصرية بخير ووزير السياحة بيعمل من أجل السياحة وفعلا وضع رحلة العائلة المقدسة الآن موضوع على السياحة العالمية ترصد بوابة أخبار اليوم الأديورة المسيحية المتواجدة بمنطقة ودي النطرون ومن أهم تلك الأديورة دير الأنبا بشوي ينسب هذا الدير ينسب هذا الدير إلى الأنبا بشوي الذي كان تلميزة للأنبا مقاري الكبير وقام بإنشاءه بقيادته بالمجموعة من رهبان أواخر القرن الرابع الميلادي وتبلغ مساحته نحو فدانين ويضم خمسة كنائس أكبرها كنيسة الأنبا بشوي وهو أكبر كنائس ود النطرون بجانب نبنى للضيافة وحديقة واسعة ومكتبة والمائدة الأثرية وبئر الشهداء بجانب العديد من القلالة التي يختم بها الرهبان دير العزراء السوريان هو أصغر الأديورة بمنطقة ودي النطرون على الإطلاق وتبلغ مساحت الأثرية حوالي فدان واحد و13 قرات ويقع ما بين دير الأنبا مقار ودير البراموس وقد أسس على دير على يد رهبان هذا الدير يعني على يد رهبان سوريين في القرن السادس الميلادي ويحتوي الدير على أربع كنائس وحصن وقصرا للضيافة بجانب قلال الرهبان والمائدة كباقي الأديورة بالمنطقة ويشتهر الدير بوجود القلال الأصلية التي كان يعتكف بها الأنبا بشوي دير العزراء البراموس ينسب هذا الدير إلى سيدة العزراء ماريما مكسيموس دومديوس الرومانيين ومعنى كلمة البراموس الذي للروم الذي للروم هي معناها كده يعني البراموس الذي للروم وقد أسسها في القرن السادس الميلادي ويقع الدير على مساحة 880 فدان في أقصى شمال وادي النطرون ويبعد عن استلاحة الرستهوس على طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي حوالي 12 كيلو متر ويضم الدير خمسة كناس أثرية ومكتبة تحتوي على مئات المخطوطات بلغة شتى بجانب الحصن وقصر الضيافة ومخبز وبعض المخازن دير القديس أنبا مقار هو أحد الأدورة أدورة وادي النطرون ويقع في مواجهة المدخل الجنوبي الغربي لمدينة السادات وعلى حافة نرفع كمان نقرأ بي الخبر حافة منخفض وادي النطرون ينسب هذا الدير إلى الأنبا مقاري الكبير وهو تلميس الأنبا أنطونيوس الكبير مؤسس الرهبنة في مصر وعلى ذلك ترهب مقار الكبير واعتكف بصحراء وادي النطرون وقد بدأ بإنشاء سامعته في الثلث الأخير من القرن الرابع الميلادي على الأرجح ويضم الدير مساكن للرهبان المعروفة بالقلالي كذلك توجد مائدة للرهبان ملحقة بمطبخ أيضا ملحق بالدير مدحف صغير ومشفى مستشفى يعني صغيرة ومحطة لتوليد الكهرباء ومطبع ومكتبة تضم مخطوطات نادرة وهناك مساكن للعملين بالدير من غير الرهبان ده في دير أبو مقار هذا الخبر منقول من أخبار اليوم الأدورة إحنا لو نشوف مصر العائلة المقدسة جت من العريش على الإسماعيلية على البهنسة والمحلة وبعدين جت على المطارية وبعدين طلعت من المطارية لودي النطرون ودي النطرون رجعت تاني على الجيزة وبنسويف المسطورة طبعا وبعد كده بنسويف والمينيا ووصلت لغاية أسيوت وبعدين رجعت تاني في بعض الناس يعني تخيلوا كمان أنهم راحوا سكندرية لكن ده لم يذكر في رحلة العائلة المقدسة رحلة العائلة المقدسة مدونة على النت اللي من يريد أن يقرأها هي موجودة وموجودة في كتب وكتب عنها حاجات كتيرة قوي لكن يعني الدقة بتقول أن كل مكان ظهرته القديسة العزراء مريم والسيد المسيح والقديس يوسف النجار عائلة المقدسة تقريبا أنشئ فيه كنيسة كل مكان أقيم فيه يعني ففيه كنيسة باسم السيدة العزراء فيه دير جبل الطير بالسيدة العزراء فيه في جبل في المحرق فيه في درون كافي كل الأماكن دي أنشئ فيها كنيس فيه البعض منها فيه منها كاتوليكي زي شجرة مريم اللي في المطارية لكن هي فيه كنيس في كل مكان أقامت فيه العائلة المقدسة في أرض مصر الحقيقة الخلط بين الاثنين بين دخول العائلة المقدسة أرض مصر واليوم العالمي اللقباط ده كان شيء جميل وكنا من سنتين بنقيم الاحتفالات هنا وبنهن بعضينا باليوم العالمي اللقباط مش عارف السنة دي فيه هل لأن الديمقراط هما اللي بيحكموا طيب وإحنا مالنا يعني هما الديمقراط بيحكموا طيب المماريال داي المماريال داي فما فيش مشكلة من الديمقراط ولا الريبابلكان وبعض المسيحيين الديمقراط وبعضهم ريبابلكان إحنا مش مش مجتمعين على حزب واحد وأغلب الأجيال اللي طالع في كاليفورنيا ونيويورك وحيطة دي كتير أغلبهم ديمقراط يمكن الأب والأم يبقوا ريبابلكان ويطلع الولد عشان الجامعة وديمقراط الحزبين كبار والحزبين محترمين أي نعم فيه سياسات ملتوية سواء هنا أو هنا ما بلاقى استثني أحدا والتنين عايزين مصلحة أمريكا ما هم بايدن بيحكم أمريكا دلوقتي إحنا شفنا أمريكا في النازل واللي حد عليها قال عليها أسفل السافلين فيه إخفاقات وفيه إيجابيات فيه حاجات ما بتتقلش زي أسرار أي دولة وفيه حاجات بتتقل للعامة يعني قبل كده مع نيكسون كان فيه حاجة اسمها فضيحة ووتر جيت النقبة كان بيتجسس مين من الحزب التاني هيبقى قدام وكده فسموها فضيحة في مجال السياسة أما تكشف هذه الورقة لازم يتنازل عن الرئاسة وتمسك الديمقراط وتنازل نيكسون عن الرئاسة وخد جيرالد فورز بعد كده جي كارتر وكارتر رأى ده أربع سنين الديمقراطة قالوا نفسهم ده ممكن يبقى أسيس في الكليسة عندي بس مبقاش رئيس للولايات المتحدة الأمريكية ليه لأن إيران بدأت تهدد أمريكا أيام كارتر وكان فيه عملية عسكرية طيارتين دخلوا في بعض أو طيارتين بدربوا محدش عارف يعني فيه أسرار عسكرية لم تزيع ولم تزيع لكن فيه مناطق ضعف في بعض الرئاسات ما بيهم همش الأمريكان إن هو يبقى ديمقراطة ولا لأ يعني زي مثلا الرئيس يعني في بداية التمانينات وأعتقد إن كاليفورنيا بتدي دايما الديمقراطة وهو كان ريبابليكا ومع ذلك كاليفورنيا وقتها التاريخ بيقول كده إنها قدت هذا الرجل لأنه كان من كاليفورنيا وكان حاجة رائعة جدا واجتمعت عليه كل أمريكا تقريبا وكسب باكتساح وقعد المدتين بتوعه رفع أمريكا وكانت نهاية التحادس في التعليق مش كده برضو يعني آآ ما قصودش إن السياسات هنا إن آآ ترامب أو بايدن هما كل شيء لا دي دولة مؤسسات وطالما هي دولة مؤسسات فمش هيتخاف عليه الرئيس آآ طبعا ليه سلطة وحاجات كتيرة قوي آآ الرئيس اللي أنا اتكلمت عنه بيقوله ليقوله اسم تقوله رونالد ريجن معروف يعني رونالد ريجن من أشهر آآ الرؤساء الأمريكيين اللي يعني في عهده آآ البلوسترايكا والاتحاد السوفيتي ابتدى يتهاوى وابتدى يتحول تاني إلى الرأس المالية ويبقى فيه آآ بدل ما هم قدين والحرب الباردة أنهى الحرب الباردة تماما يعني تاريخه وكان الديموقراط والريبابليكان كانوا مجتمعين عليه وهو الوحيد الريبابليكان اللي اكتسح في كاليفورني فالموضوع مش موضوع أنا منتمد الحزب دا لا لا هنا يعني عشان مش ترامب هو اللي مضى لا ترامب مضى بصفته رئيس الولايات المتحدة الأمريكية اليوم العالمي فانت لو بتحتفل بيه بايدن هيهنقك بيه وتبعث له برقية لماذا لم ترسل تهاني لليوم العالمي للأخباط يحسب عليها لو ما أرسلش لازم سطنة يوصل المكسب اللي بتاخده تحافظ عليه ما ترتدش لرخلف تاني متقولش لا احنا مليون ولا مليون ونص ولا اتنين مليون وسط تلتمية مليون ايه يعني الارمن ماعلوش كده وبيسعوا دائما لجعل قضيتهم في الصدارة انت برضو نفس الوضع انت ملكش قضية سياسية الان انت ليه قضية قضية وجود وانت أثبت وجودك في امريكا قضيتك السياسية ايه قضيتك السياسية ان في بعض الحقوق في مصر دي خارج خارج نتاق الوجود يعني يعني ما هياش ما هياش انت يعني وجودك مهدد في مصر بعض الحقوق هتاخدها مع الوقت رات اخدها وبالتوعية وبالعلم وبالإدراك والمجتمع نفسه يعني مرة يبقى نازل لتحته مرة طالع لفوق إن شاء الله يكون طالع لفوق والإرادة السياسية والإدارة السياسية معا إنهم يخلوا المجتمع المصري يتغضى عن بعض السلبيات دلوقتي فيه مشكلة في دير ودي الريان هي خارج الدير خارج حدود الدير فيه أرض متعقد عليها باستغلالها هي ألف فدان طبعا مش قليلة والخبر اللي أنا قريته إن فيه أربعة مليون تقريبا اللي بيدير الدير أو بيدير المشروع ده لصالح الدير معرفش بقى هو رفض يتفعهم مش قادر يتفعهم يتقصتهم يتقصتوش لكن أنا شايف فيه تجمعات من هنا ومن هنا ومن الحكومة والحاجات دي كلها دي أراضي حكومية وإنت بتاخد منفعة منها يعني أنت رتضيت إنك أنت تعمل تعاقد بمبلغ سنوي أو غيره فلو أنت محافظ على المبلغ ده فأنت داخل في حقوق مدنية ده على حد اللي أنا قريته يعني لو فيه حاجة تانية أعتقد إن فيه برامج حقوقية هنا يعني هتجيب لك من الألف لليه عن هذا الموضوع لكن هو اللي وصلني كله لسه خشور أردت الخبر اللي كاتبه نادر شكري وقال إن هو المشكلة ما هيش في الدير نفسه هي المشكلة في الأرض اللي بينتفع بيها الدير هي خارج الدير وتقدر بألف فدان تقريبا فيه إدارة اللي هي إدارة المحميات بتطلب حوالي أربعة مليون كل سنة تقريبا الدير ما دفعهاش يعني حاجة من هذا القبيل لكن أي حاجة تانية فيه تعد من الشرطة ولا غيره أو الشرطة عدت حدودها ده كله هيتجيب ما بنخبش حاجة ما فيش حاجة هنا على القناة دي بتستخبى كل حاجة بتحصل في أرض الواقع بنقولها تصريحات حتى لو كانت من حاجات جانبية ولا بتاع ولا تعليقات جانبية برضو بتتقل وبتتجيب لحضراتكم هنا فهو يدير يعني أنا عايز أحتفل باليوم العلامي اللقباط عايز أقول أن دخول للسيد المسيح مصر حاجة مهمة جدا ما فيش أي خبر تاني يعلو على هذا الخبر يعني في حلقة أنا مش عايز أي خبر تاني عايز أقول كل سنة ون طيبين كل سنة وكلنا طيبين بمناسبة دخول السيد المسيح والسيدة العزراء مريم والقديس يوسف النجار أرض مصر العائلة المقدسة دخول أرض مصر ومبارك شعب مصر ده حدث اه ارتقى إلى العالمي وبقى حاجة اسمها اليوم العالمي للقباط وإن أكبر رئيس دولة في العالم بيقول آه في ملايين هنا احنا مش عارف احنا عددنا مليون ونص أو قربنا على الاتنين مليون ابطي فلو كانوا تلاتة يبقى باللقباط كمصريين عموما فنحتفل بليوم العالمي للقباط نحتفل بليوم العالمي للقباط هو مناسب مع المريل دين مناسب مع المريل دون نحتفل بالاتنين بعيد دخول السيد المسيح أو العائلة المقدسة إلى أرض مصر نحتفل بالتلات ايه المشكلة هل انت عندك عائق نفسي انك انت تحتفز بيومك العالمي وما تحتفلش به اليوم العالمي للقباط يعني أنا مش شايف أنا مش شايف أن أنت أنت مستكتر على نفسك اليوم ده يعني ما فيش حد بيتصل بحد يقوله النهاردة اليوم العالمي للأباط كل سنة وانت طيب مش عارف مش مستسغينها مستكترينها على نفسكو لا كل سنة وحضراتكم طيبين في مناسبة اليوم العالمي للأباط حضرتك العالم كله بيعرف أن أنت ليك يوم عالمي اسم اليوم العالمي للأباط رئيس أكبر دولة في العالم اللي هو دونالد ترامب مضى اليوم ده كبرتوكول لأمريكا تحتفل بهذا اليوم كن أن يبقى أجازة أو لا أنت طالب بيه كن يبقى أجازة زي الوامريل دي وماله أنت طالب بيه أن يبقى أجازة وممكن يبقى أجازة للجاليات الابطائية وممكن يبقى أجازة لكل أمريكا طالب بيه طالب بحقوقك أنت أخدت حقه وابتسبته ما ترجعش الور ده ما فيش أي سيرة عنه في أي حتة حاجة غريبة يعني أنت فيه ناس قدموا الطلب ده للكونجرس والرئاسة وتوافق عليه أنت بتترجع ليه اليوم العالمي اللقبات يبقى اليوم العالمي اللقبات خلصت ادخل كده هتلاقي أن كتاب مصرين كتب ويتمنوا أن الاحتفال يبقى في مصر زي ما هو في أمريكا ومتين أنت كمان تنسى بتاع أمريكا إيه يعني فيه إيه أنت عايز إيه يعني هل عشان كورونا هل عشان كل يعني فيه قلم في كل عيلة أن فيه حد في كورونا ماشي يعني هنقول استثناء ماشي لكن حتى نذكر بعضينا يعني نقول اليوم العالمي للقبات ده فخر إن المصريين اللي وصلوا أمريكا خلوا رئيس الدولة الأمريكية يمضي بروتوكول كده يمضي والكاميرات وقدام الناس والإزاعات والتلفزيونات بتزيع اليوم العالمي اللقبات وبيهني اللقبات كل سنة وحضراتكم طيبين اليوم العالمي ده مش يوم واحد في العالم كله في السنين كلها لا ده هيبقى كل كل سنة يوم واحد ستة بنحتفل بيوم العالمي للقبات في أمريكا وفي مصر إن شاء الله نحتفل به ونحتفل بكمان باعد دخول السيد المسيح لمصر اتنين متزامين تسميه اليوم العالمي للقبات اللي بيحتفل به الأمريكان مع أخواتهم اللي في مصر إنهم يحتفل وبيدخول الأعائلة المقدسة أرض مصر ده شيء رائع يعني وجود رحلة العائلة المقدسة على السياحة العالمية مكسب للمصرين كله مكسب لكل مصر طبعا يمكن كورونا بقت حائل شوية عن ان السياحة تبقى في مصر لان الاعداد مش مطمئنة ده كان قريب يعني ان شاء الله الشعب المصري كله ياخد التطعيم ويبقى فيه علاجات لكورونا مستقبلا زي ما اعلنت الادارات الدواء والاغذية في امريكا بتعلن عن قدوم يعني في القريب العاجل ان يبقى فيه علاج لكورونا نرجو ده زي ما فيه علاج لفيروس يبقى فيه علاج لفيروس لكورونا المستقب ده شيء جميل لكن الى ان يتم هذا انت محاط بكورونا ومحاط فيه حساعات عمليات ارهابية احالة دون ان السياحة توصل المزار السياحي ده اللي هو رحلة العائلة المقدسة لو تم يعني كما يتخيل الناس المهتمين بالسياحة انه ممكن يجيب من اربعين لستين مليون سايح في السنة كم؟ من اربعين لستين مليون لو كسبت من كل سايح الف دولار ودي سهلة قوي في المدة بتاعته اللي هيمر بيها هدي الف دولار يبقى فيه ستين مليار دولار دخلين مصر كل سنة بسيطة هين مش كده برضو؟ بسيطة لو كسبت خمسمية بقى تلاتين مليار كسبت ستمية كزا لو كسبت ميت دولار من هيبقى الافريج انا بتكلم على الافريج فيه سايح يجي مصر يصرف بالعشر والخمساشر الف دولار وفيه سايح يجي يصرف خمسمية ستمية دولار وده اقل حاجة وده ادنى حاجة للمصاريين فخد الفرق بين الوسط بينهم فيه ناس قالوا الفين وتلاتة انا قلت لا الف خليه الف دولار في ستين مليون يبقى بستين مليار ايه ده؟ نقلة تانية من حاجة واحدة بس في السياحة طب والمميوات والكلام ده حط يا سيدر بين مليون تاني كمان والسياحة الالاجية اه لان انت اكتر دولة بتوعالج فيروس سي في العالم والسياحة الشاطئية حط يا حبيبي حط اطلع ابدأ على اش الدنيا مين قالك ما تحطش مصر على الخريطة السياحية العالمية حطها ام منها كويس اعمل قوانين تحفظ هو السياح تحفظ كرامته ها شجع المصريين على التعامل البشر بالانسانية علشان يقدروا يدخلهم داخل السياح انت منتش اقل من فرنسا واسبانيا اللي بيدخلهم مية وعشرة ومية وعشرين ومية وثلاثين مليون سايح كل سنة انت مش اقل من تركيا اللي بيجيه لها من ستين لتمانين مليون كل سنة انت مش اقل من اسرائيل اللي جنبك اسرائيل اللي بيجيه لها من ثلاثين لاربين مليون سايح كل سنة عشرة مليون دي ما تنفعناش يا وزير السياحة يا مسؤولين عن التنشيط السياحي يا رئيس الوزراء يا كل وزراء مصر عشرة مليون سايح في السنة ما تنفعش مصر أقل حجم أربعين خمسين ستين مليون هي دي لأملة صعبة هو ده الاستثمار الحقيقي مع استثمارات التانية آه طبعا أشجع كل حاجة مصر لازم تبقى في مكانها تانية مصر لازم تبقى قمة أفريقية وتساعد الأفريكان كلهم لأن أفريقيا ده بيسموها ايه دهب لسود مش البترول لا دهب لسود الأرض الأفريقية دي ممكن أن تنتج مش عارف أقول ايه مش عارف أقول ايه يعني أوروبا بينتجوا محاصيل وحاجات كده وبيصداروا قال لا ده تالج يا أخوانا ده تالج وأراضي وزحمة والأراضي الزراعية بدأت تتخلص وأوروبا مش كتيرة أمريكا دول دولة يعني كبيرة وتقدر تنتج لأن عندها أراضي أفريقيا مش أقل لو إدارة جيدة لأفريقيا مش هتكفي بس شعبها هتكفي العالم كله ده قالوا عن السودان بس السودان مغزن مغزن للعالم كله في الأمحة والخضروات والبخوليات والحاجات دي كله السودان فيما بالك أفريقيا كلها أفريقيا هي المستقبل والناس نسمع لأفريقيا الصين بدأت تعمل استثمارات في أفريقيا أوروبا بيعملوا طبعا استثمارات بلا منازل إسرائيل بدأت تعمل أنت فين من أفريقيا ما تخش أو عملت سد مش كفاية يعمل استثلاح أراضي على فكرة مصر ابتدت تتعاون مع جنوب السودان وجنوب السودان من الأراضي الخصبة جدا وإنها بتتزرع ووفرت مياه غير عادية يعني شوق ووفرت رعا وبتاعه وزرع واجني حاجة كده عظمة في الاستثمار والسودان أيضا وأسيوبيا نفسها أنت لو أما استثمارات ولا حاجة ما كانتش بعندت معاك سياسيا طبعا اللينات ده أنا لأ أبرره أسيوبيا خطأ على طول الخط وإن تحاول إنها تمنع مياه عن دولة عريقة زي مصر فيها 110 مليون لا ده وضع مختلف ده ما فوش يعني لا أحد يختارب من نقطة مياه يستحقها المصريين لا يمكن يعني ولو ضد الحرب في نفس الوقت لسه فيه أمل للسياسة معانا الكاتبة يعني بنعتز بيها دايما وعلى شاشتنا مصرية حتى النخيع الكاتبة الرائعة فاطمان عود بسيط الخير فان أهلا بيك أهلا بيك أهلا بيك أخوة زي قاعد ربنا نخليكي هو يعني فيه كذا مناسبة فيه المموريال دي الأمريكان اللي هو يعني وفيه اليوم العالمي للأقباط وفيه دخول العائلة المخدسة إلى أرض مصر 1-6. كل ده متزامن السنة دي مع بعض. الحاجة الأولى إيه؟ المماريال داي. اللي هو كل اللي لي زكريات يعني زياء اللي بيستذكره كل الجيل اللي فات أو مماريال داي. ها. مماريال داي. ها. مماريال داي. يس. خلينا أقول كل سنة وكلنا طيبين كلنا نحن أقباط العالم المصريين. المسلمين ومسيحيين. في ألف خير في اليوم العالمي للأقباط وذكرت دايما أن الأقباط يعني المصريين وأصلها جاية كلمة من هاكا بتاح منزل روح الإله بتاح وتطورت الكلمة لهكا ثبت حتى جاية منها كلمة إيجيبت. وعشان كده هي نصر هي البلد الوحيد اللي اسمها العربي غير الإنجليز يعني إيجيبت جاية من كبه ومصر كلمة عربية ولكن بش يعني بالقلش بش بنوء إيجيبت. فنحن نعكس بهذا اليوم وهو اليوم الذي يعني شرفت فيه العائلة المقدسة أرض مصر وباركة يعني شرقها وغربها وميلها وغنوبها حتى وصلت إلى قلب نصر يعني السنتر السنتر الكرة الأرضية وسنتر مصر هو سير المحرق ثم عادت إلى أرض فلسطين بعدما يعني طوبتها طوبت سراها السيد العزراء المطوبة والمكرمة لدينا نحن مكرمين بالصورة خاصة كاملة بسمها في القرآن الكريم فنحن نعكس بهذا اليوم ونزلت أطالب وسوف أطالب في كل عام ألو أقدر وبطالب يكون يوم عيد قومي في مصر زي ما أعلن أنه في أمريكي أنه في قابتك داي نحن عايزينه كمان عيد مصري وعيد نعتذ بي نحن المصريين جميعا مسلمين ومسيحيين أتمنى هذا إن شاء الله يحصل يعني أستاذة فاطمة كلمين وضع رحلة العائلة المقدسة على الخريطة السيحية معناه إيه لمصر والمصريين لأن في نصر كتير قوي من مصر الإعلام مش وصل لها يعني إيه وضع هذه الرحلة على السياحة العالمية ومتاحة لأكثر من 2 مليار على مستوى العالم فضالي فن والله أنا كتبت عزة كتير ولكن بحق أنه في عهد الرئيسي تأكمل الاستجابة لهذا المطلب أن تصبح رحلة فعالة مقدسة مظارا سياحيا عالميا وحتى دخلنا في تفاصيل أكثر وقمنا وظاف السياحة والأصاب يعني تذكرت وحللت الأمر أنه يصبح يصبح على وخليني كمان منتاع دور الحقيقة رجل الأعمال الوطني المحترم ومير غبور اللي هو يعني يعني من زمان جدا من قبل حتى الألفية تأتي بيتكلم عن هذا الأمر و مؤسسة نهرة وبيتكلم فيها عن أنها تتعامل رحلات سياحية اتفصل الأمر الممكن يبقى رحلتين رحلة منجزة ورحلة طويلة رحلة طويلة اللي هتاخد كل مكان وطاعته وقدم السيدة العذراء وبركاته فيه ومكتت فيه ورحلة موجزة على تمر اللي مش عام بوقت طويل يعني لرحلة كاملة من سياح العالم يعني رحلة موجزة للنقاط الأهم أو النقاط النفصلية الكهيرة يعني مثلا يبقى من رفح وبعدين يبقى مش عارفة شجرة العذراء مليم وبعدين غربا أماكن معينة كده وعلى فكرة عشان كل مصري مسلم وغتيح يارف كل كنيسة اسمها تنيس السيدة العذراء هي حقق فيه قدمة يعني غالبا كل مكان ده وطاعته السيدة العذراء بنيا السيدة العذراء بأنت تقدر تعرف إذا كان هذا المكان في المصر وطاعته قدم السيدة العذراء من اسم كنيس عادة يبقى اسمها السيدة العذراء حتى وصل حتى نصل لذر المحرق في قلب النصف أسيط شو ما يعود ثاني ففيه رحلة طويلة على فكرة ستذر على مطر بعيدا يعني أنا ستبدل الكائدة مش بس كائدة مادية أولا ستتذر على واصل يليا راتق أسيط أعتذر الحاجة الثانية الأهم بعد من الثلوط الأهم من الثلوط إذنها ستقبل هذه الرحلة إذا تعلمها الأبصال في المدارس وقررت عليهم في كتاب بغرافيا وكتاب التاريخ فتائف الطائفية في مهديها ليه؟ لأن مشكلة طائفة بالضرورة شرية أو يحب العلم ونفس متطرف لأنه يذهل التاريخ إذا عارم التاريخ وأذن الجزء الجاهل منه والذي يعرف أن مصر كانت تلكون لها في وقت النوات المسيحية قبل أن يدخل العرب ويستحوه ويدخل بعض المصريين في الإسلام إلى آخر إذا هارف التاريخ صح وعارف أن السيدة العذراء لم تختر هي والعائلة المقدسة وقديس بيسة المجار وطبعا كانت صوت السيدة المسيح عليه السلام اختارت السيدة العذراء ناس ردولا عن بلاد الأرض لستدخلها حينما يعني غددت من السفاح هيرود في الناصرة إذا هارف الدفل المسلم المسلم المسيح هذه المعلومات التاريخية الحقيقية حقائق وليس الآراء إذا عارفها سيخبر داخله حس التطرف والنزع الطائقية فأنا بشوف أن ده وليه بقول رحة أنا مقدسة بعيد وطني قومي مش عيد مسيحي لا إسلام وردين لأن السيد المسيح حينما جاء مصر جاء طفل طغيرة يعني حتى المسيحية لم تكن نذرة بعد المسيحية كان وقتها لم كان طفل السيد المسيحي حتى كان المسيحية أصلا لم تكن نذرة فإذا القصة وهذه الرحلة رحلة قومية رحلة اختارة نصر دون عن هذا الكوكب عن كل بلاد الأرض لكي تدخلها هذه العائلة المقدسة فإذا هذه رحلة تاريخية تخص أرض نصر وليس تخص المسيحيين أو المسيحيين هي رحلة تخص القومية والوطنية المطرية دون نفسي أن الدولة تتبنى حتى من جانب النتائب الطائفية في مهدها ما يتعلم الناس تريف الحقيق ومن ناحية تتدرى أبوالا طائلة على أرض مصر تتبع مصر بقوة على خارطة السياحة الدينية في العالم كل ما قلته حقا يا سيدتي لن أضيف عليه شيء إلا بس أن استغلال الرحلات الدينية في أسبانيا وفرنسا طبعا من جانب المعالم السياحية أنه بيدر هناك ربح مش عايز أقول كم من المليارات بما يعادل من ستين لتمانين مليون سائح كل سنة إلى هذه المناطق فيعني إحنا لو كسبنا حتى لحد الأدنى اللي هو ستين مليون فإحنا دخلنا في المليارات بالستين وبالسبعين وبالثمانين وبالمية من تدويل هذه الرحلة على الخريطة السياحية حاجة كمان أحبت حضرتك تتكلمي فيها أن إضافة رحلة العائلة المقدسة للمناهج عموما اللي قلت أنه اعتباره أنه يبعيد قومي في مصر هل ده ممكن أنه مش عارف هل الإدارة الدينية في مصر توافق هل الإدارة التعليمية توافق هتوافق وحيتم ويعني هتكلم معك قريبا وقولك شوف حكسب معك الرهام هيتم لأنه ده حس وطن الآن في المناهج تجرس التاريخ الفرعوني اللي كان مهما في كل السنوات الماضية هي دكتور طارق شوق عادل شغل رائع يعني في مناهج التعليم فيه طفرة وانا كتبت عندنا وانتم تبعين طفرة في التعليم طفرة في مناهج التعليم اللي هم في سنة تالتة التدائي دلوقتي النهاردة في سنة تدائي بتعلموا مناهج ذلك اللي احنا تعلمناها خالص فأنا واثقة كل الثقة ان ده هيتحطت في مناهج التعليم في القناة مش عيدا أو يعني ولا حاجة ان شاء الله ان شاء الله هو فيه التعليم والتعليم الموازي في مصر وانا كنت استضفت لدكتور طريق شاويين على شاشة القناة وقلت له هتعمله ايه وهي المدارس اللي معادة الأزهرية وجامعة الأزهر وهي مختلفة عنك بالتبعية يعني هتعمل ايه فيه التطوير هناك لان انت مش مسؤول عن التطوير هناك فأجاب ان احنا عاملين خطة مع هنتقابل بعد تسع سنوات هل هل عندك يعني اي 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 معلومة تفيد بان فعلا لو لاك تعليم ولا تعليم موازي اه تفدل مع وده اللي انا عايز اقولولك اه يعني اكس ان نحو دكتور الطارق شوئي بعض الوقت وسوف تحصلون خلال يعني عشرين ثلاثين هتلاقي جيل مختلف خالص عن الاجيال السابقة انا بقولك هذا رهاني وانا بكلمك عن حقائق وليس عن توقع الاعلام المصري من اليوم العلام اللي عباط فين يا استاذة فاطمة ما هو لان الحقيقة جديدة احنا فعلا عايزين نقعد الحقيقة يعني احنا عايزين ده يعني الاعلام المصري مقاصر في حاجات كتير بس ان شاء الله هنكتب عن الموضوع ده واضح ربنا ايك مصريين الخارج يعني فيه ناس بتحاول انها تفصلوا مع المصريين الداخل احنا طبعا مصر عايشة في دمنا وفي قلوبنا وفي عقلنا فلا يمكن ان نفتقدها ولا نفتقد كلمة مصريتنا دي خالص يعني فانا عايز بس اوجه كلمة للمصريين في الداخل ان احنا مش مختلفين عنكو عشان احنا عايشين في الخارج ولا حاجة احنا مصريين برضو ومازلنا مصريين بس بنحترم ثقافات الغير هي دي يمكن اللي اكتسبناها من خبرة التعامل مع الشعوب والمجتمعات الاخرى حضرتك ممكن يعني رسالة قصيرة كده لان اجي انت تتعاملتي مع مصريين الخارج وعارفة قد ايه ان هما بيحبوا مصر فكلمة لمصريين الداخل على لسان الكاتبة الرائعة فاطمة نعوت بتعبر عن مشاعر مصريين الخارج تجاه فضال انا مؤمنة ان الوطني في بلده بيكون يظل وطنيا في الخارج فكل مقدرش اجمع كده اقول كل مصريين خير كل مصري انا تركيب الدماغ تركيب علمية انت عارف رسالي هندسك فكلمة كل وجميع غير موجودة في بلده لكن انا مؤمنة بان الوطني في بلده لما بيسافر اي حتى في العالم يظل وطنيا ويحمل بلده اكثر من ما كان وهو ده في الوطني فكل انسان يقعد يكون سفيرا جيدا الوطني او سيئا الوطني سفير جدا من الانتفر وبر مصر كانوا سفراء ممتازين دينا وبر مصر وحامل اهموم مصر اكثر من الناس اللي عايش فيه وبعضهم لأ انا مقدرش ان انا اضع الجميع في سلة واحدة وقول ما فيش حاجة فيه رفاء في كتير جدا جدا يحملون الهموم الوطن بالسعر وانا هناك اللي ما كانش بيشب مصر هو ديها 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 يشبها وبر يعني الموضوع بسيط جدا واللي يحبها هو هنا يظل يشبها ويحبها اكثر كمان احنا نتكلم على الاغلبية عموما يعني المجوريتي يعني المحبين لمصر هما اغلبية ونشكر ربنا على ده وهم يعني عايز اقول حاجة اقتصادية بس ان تحولات المصريين من امريكا بس الى مصر تعدت ل2 مليار دولار السنة اللي فاتت في عز زل ازمة كورونا ودي من البنك المركزي المصري ونشكر ربنا ان في تعاونيات وكتكافر اجتماعي ما بين اللي هنا ربنا يبارك في رزق كل واحد شايل مصر في قلب وبيدعم ربنا يبارك في رزق وفطحته كل واحد يحب مصر يا رب يبارك له في فطحته وفرزقه لان فعلا الوطن يدعو لأبنائه الوطن يدعو لأبنائه الشرطاء انا مؤمنة تمام ومصر لها وضع خاص جدا عند ربنا لها مكانة خاص عند ربنا أنا لسه بكرة مقالي عن رعي مصر يعني وأشياء تفايرية ترع 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 في مصر كل واحد يعني يرعى أبناء مصر ويععز مصر يعني ربنا يبارك شكرا جزيلا للكاتبة الرائعة والمتميزة دائما الكاتبة فاطمة نعود شكرا يا فندم على المداخلة وعلى الرأي المصري الجميل اللي احنا دايما مش بنحب نسمعه بنحب نعيش شكرا يا فندم أول يونيو هو احتفال المصريين بعيد دخول العائلة المقدسة إلى الأراضي المصرية والبركة من هذا الموضوع يعني في ناس ممكن تخلط بين أن العائلة المقدسة دخلت مصر فالمسيحية دخلت مصر من هذا الوقت لا هي كانت فيه بركة من مصر دعوته ابني ومبارك شعب مصر كان فيه بركة بدخول عائلة المقدسة يعني العائلة المقدسة وهي كانت في أرشالين كانت يهودية ولما كانت في الناصرة كانت يهودية والسيد المسيح نفسه كان يهودي يعني كان محسوب على الجنس اليهودي وقتها لكن بعد الصلب والقيامة لما تراء السيد المسيح للتلاميذ بعد القيامة وقال لهم اذهبوا إلى العالم كله لمين مش للثنشر بس للثنشر وللثبعين اللي كان منهم مين كان منهم ماري مرقص الرسول ماري مرقص الرسول أتى إلى مصر بعد القيامة وكان في رحلته إلى قبرص وكمان هو كان من ليبيا فهو قال له طب خذ انت شمال أفريقيا فاخد جزء منهم من قبرص وبعدين كان متاجه لروما وتقابل مع بعض القدسين وبعدين نزل على الأسكندرية تاني لأن الأسكندرية كانت مركز ثقافي مهم في الدولة الرومانية القديمة فلما نزل وطبعا الحكاية المعروفة ولقاءه مع الإسكافي إنيانوس وإنيانوس لما غرز الإبرة في إيده وقال الله الواحد فابتدى يكلمه على الله الواحد مين هو الله الواحد يعني الوحدانية كانت في مصر أو موجودة لكن ما كانوش يعرفه مين هو الله فابتدى يعرفه دعا للبيت وبعد كده ماري مرقص بقى اسمه كاروز الديار المصرية وبدأ بأول مسيحي هو كان إنيانوس وعلى يد ماري مرقص الرسول البركة جات بالعائلة المقدسة لكن المسيحية بدأت بماري مرقص الرسول ماري مرقص الرسول هو صاحب إنجيل مارقص واستشهد سنة 68 ميلادية وبنعيد له كمان أول خمسة عيد استشهاد تمانية خمسة عيد استشهاد القديس ماري مرقص كاروز الديار المصرية وجزء من رفاته جيه أيام البابا كيرولوس السادس واستقبله في المطار ويتعامل ماري مرقص في الكاتدرائية المرقصية بالعباسية هو مكان بعض رفات من القديس ماري مرقص لأنه كان فيه قصة كبيرة كده لأنهم سرقوا الرفات من كنايس ماري مرقص الأديمة كانت في مصر أيام بعض الهزاة وأيام الحروب اللي فاتت وراح البندقية وبعد كده البابا كيرولوس خد جزء من الرفات ورجعه تاني مصر المسيحية دخلت مصر على يد الخديس ماري مرقص الرسول زي ما دخلت روما على يد بولس الرسول وبولس احنا عارفين قصته هو من شاول إلى بولس من أكبر متهد للمسيحية وللمسيحيين بإيمانه اليهودي إلى أكبر مبشر وكاروز بالمسيحية في روما وطبعا بطرس الرسول راح يأمن على هذا التبشير ودعية الكنيسة على اسمه بطرس لكن أساس التبشير فيها بولس الرسول وحتى لما بنجي بنعيد بعيد الرسول بنقول لبطرس وبولس الاثنين كانوا في الخدمة وخدام كثيرين وتوابئهم كانوا كثيرين ودبعا زي ما حضراتكم عارفين المسيحية انتشرت بالمحبة وبالتعارف على مين هو شخص المسيحي يعني بولس الرسول كان بيكلمهم عن الإله المجهول اللي موجود في الرومان إيه هو الإله المجهول ده فابتدى يكلمهم لما أنا جاي يكلمكم عن الإله اللي أنتم متعرفهوش وابتدى ياخد جزء من ثقافتهم يكلمهم به ويوصلهم الإيمان المسيحي وحتى كان فيه مناقشات لهوتية من البدايات وعملوا المجمع المسكولي الأول والتعامل في أورشاليم على أن احنا نعرف الناس باليهودية الأول عشان يخشوا المسيحية ولا ندخلوا من المسيحية على طول وهنا كان رأي الرسل كلهم والتلاميذ المجتمعين بإرشاد من الروح القدس أنه لا مش ضروري يعدي على تعاليم اليهود لا بد أن يدخل إلى المسيحية على طول مباشرة بالعماد وبالصلاة وحتى كمان الصلاة في الكنيسة كان فيه حاجة اسمها الصلاة للعامة وبعد قرية الإنجيل أو بعد العزة كمان اسمها الموعوزين الأول وبعد كده المؤمنين طبعا الكلام ده مع العصور اللي هي بقت المسيحية شعوب بقت كثيرة وبالمليارات فبقى ما فيش حاجة أصنع قدس الموعوزين وقدس المؤمنين بقى هو قدس واحد للمؤمنين لأنه معروف أنه بيخش الكنيسة هو المؤمن يعني مع الإعلام كان الأول لأ كان فيه ثقافات كثيرة وكان فيه ديانات كثيرة عشان كده بيقوله مصرح للموعوزين أنه بيخش يتعرف على المسيحية الأول لكن لم يشارك في الأسرار المقدسة لأنه مش مسيحي وبعدين لو تقدم للمعمودية بيشارك عشان كده كانوا بيسموه قدس الموعوزين واللي بيكمل هم قدس المؤمنين بالمسيح مش عشان المؤمنين ولا كفر ولا غير ما عندناش احنا الكلام ده عندنا كان موعوزين ومؤمنين فالموعوزين كانوا بيتحولوا للمؤمنين لأن المؤمنين جم منه جم الموعوزين وأول كاروز للديار المصرية ومبشر بالمسيحية هو ماري مرقس الرسول وماري مرقس الرسول ده صاحب العلية اللي كان بيجتمع فيها الرسل بعد الصلب وكانوا خايفين وكانت الأبواب مغلقة واللي ظهر فيها المسيح كانت العلية دي بتاعت بيت مرقس الرسول حقاية كتيرة ممكن حضراتكم تخشوا على الانترنت دلوقتي تدويل المعلومات بطريقة رائعة على الانترنت بس طبعا الانترنت يحوي الإيجابي والسلبي لكن احنا خلينا في الإيجابي بس حضراتكم التبشير هنا في أمريكا في قرارات اعتقد ان احنا عشان في مصر مهناش كنيسة تبشيرية خلي بالكم وفي قوانين اه طبعا بتمنع التبشير بالسيد المسيح في مصر اكيد وممكن انها في بعض الاحيان مع التزمت والعصابية لبعض الناس اه اشير قالي انها اعتخاض لان درجة ان كمان اللي كان بيحمل الانجيل او الاغابي وهو رايح اه هم شباب رايحين مثلا اه رحلة يعني سياحة داخلية ولا حاجة فكان بيستوقفهم زابط شرطة لانه شايف ان ده حقه ان هو يمنع التبشير باي حاجة تانية غير الاسلام فابتدى اه يحولهم لمحاضر لكن كل هزي المحاضر نشكر ربنا اه لم يدور بها احد ولم يسجن بها احد كل القضايا التبشير او القضايا اللي وجهت ايه لهم التبشير حاجة تانية لكن احنا بنخاف انها تتطور انها يبقى تبقى حاجة تانية ما يشتبش يعني ممكن يبقى عارف ان القضايا تطلع فاشوش يروح ملبسوا قضية تانية دي ربنا يرحمنا منها لكن في عهد الرئيس السيسي بناتمنى ان دايما اللقبات زيهم زي المسلمين كل واحد قدام القانون سواء والزابط المسلم زي الزابط المسيحي اه ملوش دا وما بتعملش بالدين والقاضي لا يتعامل بالشريعة وحنا قولنا دينا سوالات انه يتعامل بالقانون اه القانون سواء اذا كان مجحف او لأ بحق طيفة معينة او فيه حكاية الطائفية اللي موجودة واستشعار الحرج والكلام دا كله دا موجود في القضاء المصري واحنا بنقول ان دايما البرلمان هو اللي بيطور القوانين والبرلمان دا اللي انتو بتنتخبوه وانتو لو انت خدت صح القوانين هتتطور لصالح المجتمع المصري صح الارادة السياسية عايزة الناس تعيش في سلام فيه كافة التوازنات فيه بعض المؤسسات بتلجأي لها قصوص المؤسسات الامنية وده احنا بنفضحه اول بول اول بول لان ما فيش حاجة اسمها توازنات في الحق ولا في العدل المواطنة هي الاساس وكل الان ينادي بالمواطنة زي ما شفتوا حضراتكم كده ان رحلة العائلة المقدسة هتخش على المناهج المصرية ده ماكسب ده ما كانش بيرى عنك حاجة خالص ده بيطلع من الازهر ما عندوش فكرة ايه هي المسيحية نهائي او المسيحية بفكرة مغلوط من المسلمين نفسهم اللي موجودين بيدرسه جوه ما عندوش هو حتى في مقارنة الاديان هو اللي بيرده وبيقوله على نفس هو اللي بيدي السؤال وهو اللي بيدي التخيل وهو اللي بيدي الاجابة فتخيله هو هو مصرح ليقوله اللي هو عايزه لكن طبعا الانترنت كله صلح كل الحاجات دي وكل الاعلام المسيحي صلح كل الحاجات دي فبقى آآ كونك ان انت مصرم عايز تبحث عن المعلومة بتلاقيها وفجئنا بسيول من المسلمين اللي هم آآ بيقولوا لا احنا ما كناش نعرف كده كتير كتير ليه لان المعرفة دي دي دعوة للمعرفة المعرفة هي النور عدم المعرفة هو الضلام انك لا تعرف الاخر اللي هو عايش جنبك اللي هو اخوك في الوطن دي صعب قوي انا بدرس يعني انا بحكم ان انا درست اللغة العربية فانا درست القرآن والاحاديث وغيره طبعا مش كله يعني مش بلغة خصوصية لكن عندي فكرة كبيرة قاوية عن الدين الاسلامي بنحترم ونجيل له كل حاجة لانه معتقد اخويا اللي موجود في الوطن لكن اخويا اللي موجود في الوطن ما يعرفش حاجة عني ولما ايجي يسألني وانا رد عليه لو في مكان عمل يعتبر تبشيره وتبقى العملية فيها امن دولة فاحنا في حزب لكن الانترنت حل هذه الاشكالية هو لما حب يسأل بيخش ويسأل السؤال ده فبيطلع له الاجابة ممكن جدا ان هو واحد زيه عارف الاجابة فبيوجهه ودي سهل ودي عندنا من عند رب لكن احنا هنا في امريكا في كنايس تبشيرية تبشيره كنايس ارثوذكسية تبشيرية ده الحاجة الوحيدة اللي عايزك تعرفها باليوم العالمي للأقباط في قرار بابوي لانشاء كنستين في امريكا وعايز اقول لكم اخبار جميلة جدا ان في امريكان بينبموا للكنيسة الارثوذكسية اللي هي بمعنى امريكان كوبتك يعني بنضف لها كلمة امريكان عشان اللغة الانجليزية هي اللي تبقى السائدة في هذه الكنيس لكن ما اعتفاظها بالريادة الروحية المصرية الارثوذكسية المصرية وايضا كل ما يعرف في الارثوذكسية القبطية هو اللي موجود في هذه الكنيس وابتدت تضم عناصر امريكان عناصر امريكية وان شاء الله يفرز للخدمة منهم خدمة الكنيس من هذه العناصر وتنتشر كلمة الرب وتنمو في كل المجتمع الامريكي بحسب المفهوم الارثوذكسي وهو ده المطلوب اثباته نشوف كده قرارات البابا في الصورة اللي هي بانشاء كانستين المخرج ونقرها مع بعض على مهل اه قرارات اه هيا دي دي اه 12 فبراير 21 يعني دي قرارات اديمة بس هو في قرارين هنا قرار باباوي اه تأسيس كنيسة ماريمين والبابا كرولوس ودي اه كانت في اه بوثي 2 اللي هي في ولاية واشنطن في الولايات المتحدة الامريكية وفي كمان تأسيس كنيسة السيدة العزراء وشهيدة مارينة بمنطقة جيرشام بولاية اريجون بامريكا دي اتنين هم كانوا السنة دي واحدة شهر اتنين يعني واحد شهر اتنين اللي 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 طبعا تكليف الانبا كلموندز والاسقف العام لكنيس المازة وشرق مدينة نصر والهجانة بالاشراف ده من من المقر البابوي والقرارات دي من هناك وحبت اقول لكم ان فيه انشاء كنيس وفيه انشاء كنيس تانية هتيجي باسمه امريكان كوبتيك ارثوديكس ان شاء الله يبقى كتير هما اعتقد هما عدوا من 18 كنيس تغير دلوقتي يمكن الانبا يوسف هو ممكن لتكلم عن الموضوع ده ان شاء الله يبقى ان يعني ربنا يكون بيحب القناة دي ونقول اللقاء معا ان هو نشوف ايه الحكاية في الكنيس دي وهل هي تبشرية بمعنى تبشرية وايضا في بعضها في لاتن امريكا بنفس المفهوم هيبقى اسمه مثلا لاتن كوبتيك ارثوديكس او حاجة زي كده يعني الموضوع ده مهم جدا لان الاورثوديكسية فعلا ابتدت تخش للمجتمع الامريكي واعتقد في بداية الخدمة زمان كان المفهوم للكهنة اللي جايين انهم يخدموا المجتمع الامريكي لان المجتمع الابتد كان قليل دلوقتي احنا عددنا عد المليون فاحنا محتاجين كنائس اللقباط اللي هم جايين من مصر فهدي هتبقى قبطية عربية انجليزية يعني حسب اللغات وحسب لغات اولادنا فهتبقى خلط من اللغات لكن الكوبتيك اللي هي الامريكا كوبتيك ارثوديكس دي هي اللغة الانجليزية بس ده اللي يهمنا انعرف الارثوديكسية للمجتمع الامريكي ونجحنا الى حد ما وكانت الفكرة دي كانت موجودة وتم انشأها وتم تنفذها ايام قداسة البابا شنودة الثالث اه يمكن قبل ما ينتقل بعشر سنين وبالفعل رجعت ناس في ناس اه مش من المصريين اه ما خدوش بالهم ان ولادهم ما بيكلموش عربي وفي نفس الوقت ما بيعرفوش ابتي فابتدوا يدوروا على كنايس تاني فالكنايس دي كانت زي سفينة النجاة بتاعت نوح هي الارثوديكسية باللغة الانجليزية وده شيء رائع وشيء بتعمله الكنيسة الارثوديكسية نشجعها عليه و وندعم هذا المشروع يعني الحقيقة يعني اه فيه كمان اه بمناسبة اه احتفالات اه بعيد دخول اه العائلة المقدسة لمصر فيه اربع قرارات للكنيسة المصرية نقراهم مع بعض طبعا منظر الكاثدرائية يعني ده منظر ارشيفي لكن تعرف على الاربع قرارات جديدة للكنيسة بالنسبة ذكرى دخول المسيح مصر اعلنت الكنيسة القبطية الارثوديكسية عن اتخاذ قرارات جديدة بخصوص الاحتفال بذكرى دخول العائلة المقدسة الى مصر والذي سيتم الاحتفال بيوم الثلاث المقبل المعدم القاهرة بحضور البابا توضرس الثاني بابا الاسكندرية بطريق الكرازة المرقوسية والدكتور خالد العناني وزير السياحة والأثار والقرار الثاني هو اطلاق النسخة الانجليزية من الموقع الرسمي للكنيسة القبطية الارثوديكسية بعد اطلاق النسخة العربية لأول مرة على شبكة الانترنت اللغة الانجليزية بتعرف ايه الكنيسة القبطية يعني لعشرين تلاتين سنة فاتوا تقريبا يعني عشان تقول انت انا كوبتيك ارثوزوكس وكده كنت عايز لك ساعة مثلا انت قد تشرح عشان تحرف نفسك لكن دلوقتي لا خلاص الموضوع بقى سهل جدا بعد اطلاق النسخة العربية الاولى لأول مرة على شبكة الانترنت في مارس الماضي والقرار الثالث هو اعلان الانبم التاقس اسقف ورئيس دير السيدة العزراء المعروف بدير السوريان في ودي النطرون عن بدء الدير استقبال الزائرين والخدام والمحبين اعتبارا من الثلاثاء المقبل مناشدا ايام بالحفاظ على الاجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا حفاظا على صحة الجميع مشيرا الى اعتذار الدير في نفس الوقت عن استقبال الخلوات الروحية للكهنة والشباب لحين اشعار اخر مؤكدا عدم وجود السناءات حول ذلك القرار الرابع اعلان الانبم بسانتي اللي هو اسقف ابرشية حلوان في نطاق ابرشياته حيث قرر اخاوة القدسات والعشيات بتلك المناسبة بشرط حضور 25% من ساعة كل كنيسة وده طبعا للاحتراز وقائي اللي هو المسافات البدى على المسافات طبعا الحضور هيبقى بالكيمامة لم تعلاش لأي سبب والالتزام بالاجراءات الاحترازين اللقائة من فيروس كورونا المستجد مع قصر الصلاة في دير برسوم العريان على مكرسات الدير يعني قصر الصلاة مش يعني بيتأثر الصلاة لا قصر الصلاة انه قصر العدد يبقى مع قصر الصلاة في دير برسوم العريان على مكرسات الدير يعني بس هما مكرسات الدير وتحتفل الكنيسة القبطية الأرثوزكسية بعيد دخول العائلة المقدسة مصر في الأول من يونيو كل عام ورحلة العائلة المقدسة في مصر هي ذكرى ذكرى هروب السيد المسيح والسيدة العزراء من هيرودس في فلسطين إلى مصر والاحتماء بها وهي الرحلة التي بركت أرض مصر من العريش حتى أسيوت واستغرقت الرحلة ثلاث سنوات وستة أشهر وعشرة أيام شملة مصار رحلة العائلة المقدسة في أرض مصر خمسة وعشرين محطة على تلت مراحل الأولى تضمنت العريش والفرمة وتل بسطة ومسترد وبالبيس وسمنود وسخة ووادي النطرون والأخرى المطرية وعن شمس وببزويلة ومصر القديمة حيث كنيسة أبي سيرجا الأثرية المعروفة باسم الشهيدين سيرجيوس وواخس ثم ركبت مركب نيلي للمعادي والثالثة بدأت بمدينة منف ثم البهنسة إلى جبل الطير ثم الأشمونين واتجهوا لديروت باسيوت ثم القصية فدير المحرق عند جبل قسقام وانتهت الرحلة في جبل درونكا وهذا الخبر هو ده المهم بقى منقول من جريدة الوطن كل اللي احنا بقولها الجريد رسمية هي اللي كاتبها عن العائلة المقدسة وده يعني سياسة إعلامية متغيرة يمكن السنين اللي فاتت كمان في بعض الناس كتبت عن اليوم العالمي للأقباط وارجعوا للكتابات السابقة وانتوا هتلاقوا ان فيه ناس كتيرة فعلا تتغير النهج الإعلامي لمصلحة مصر انك تعلم المصريين اللي فيه مصلحتهم مصلحتك في السياحة يبقى تعرف السياحة دي ليه وتحترمها ازاي وتحترم السياح ازاي هيجي لك فلوسك لغاية عندك وانت إنسان محترم وقور جدا بتستسمر ما ربنا حباك بيه من نعم نعمة اعتقد ان الرحلة دي لو في اسبانيا كنا شفنا مليار من الاتنين مليار كاثوليكي بيروحوا اسبانيا كل سنة فانت مش اقل من اسبانيا ولا فرنسا ان يجي لك من ستين لمية لمية وخمسين مليون سايح في السنة ليه لأ وتنشئ الشركات السياحية الكبرى لو ما عندكش الادارة الكافية للسياحة او الخبرات السياحية اللي تستقبل مية مليون ومية وعشرين مليون هات شركات من برا الشركات دي اللي هي اللي تعمل السياحة وتشوف هي ان هي عايزة ايه وتجذب استثمارات كمان طلع قوانين لي ده اعمل ده محدش هيقولك انت بتعمل ايه ده المصلحة مصر المصلحة الحكومة المصرية لمصلحة الوطن المصري لمصلحة الشعب المصري لمصلحة كل حاجة في مصر ان يخشلك داخل طبعا هينقلك نقلة تانية تطوير التعليم وتطوير الطرق وتطوير كل حاجة هترفع حاجة تانية كل حاجة هي بيدخل لك كام وبتصرف كام لو قدرت تتوفر هتستعمله في رفحية البلد طبعا يعني عايز اقول ان التطور العقاري السنين اللي جاية هيشوف نشآت تانية ومدن تانية وحاجات تانية مصر كبيرة ومية وعشرة مليون لابد من ادارة خارج الصندوق القديم خارج البيروقراطية الحكومية علشان نبتدي يعني نمتد الى ما هو قدام زي العالم كل اسبانيا بتعمل ليه نعمل زي اسبانيا انت مش هقل منها ايه اسبانيا احنا حضارة اكتر من اسبانيا اسبانيا من الف سنة كانت مضلمة احنا من سبعة الاف سنة كان النور عندنا يعني ارجع لي ذاتك ثق في نفسك شوف انت ايه بس علم نفسك ايه علم نفسك يعني الاعلاميين لازم يبزلوا مجهود كتير مش هما بس لا والقائمين على التدريس والقائمين على الجامعات وتبقى محضرة رحلة العائلة المقدسة دي اساسي في كل في كل دخول جامعة اساس محضرة من دكاترة التاريخ ولا من دكاترة الفلسفة ولا الثقافة العامة ولا حتى من وزارة الثقافة تخش المدرج او المحضرة هي الحاجة اللي هجيب لك دخل عالي هي ايه رحلة العائلة المقدسة بس ببساطة نتعلمها اطفال واعدادي وكبار بغض النظر انت السيد المسيح بتنظر لك ايه هو جيه مصر بس السيدة العزراء جات مصر في حقائق اه جم زارو 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 اه احيي هزي الزيارات بالسياحة وجيبك يتملي جد ما غاك تبقى عالي منتش محتاج انك انت تهجر ناس عن طريق المراكب الغير رسمية ولا تودي واحد للارهابيين علشان هيجيلوا دخل من الجماعات السودة علشان ان هو مش يعني اغلب الناس اللي هما طبعا يعني مش عايز اقول بس الاعواز الاقتصادي بس لا ده الاعواز الفكري كمان لانه هو لما تخليه بيتعلم حاجة واحدة بس وكراهية كراهية 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 خلاص وطلع كاره نفسه حتى مش كاره المجتمع كمان يعني ربنا يرحبنا وربنا يعني انا عارف ان المفروض ان مش عايز اقول ان احنا نقيش عصر الحريات مرة واحدة لكن عايز ان نقول عصر الحرية الاقتصادية نتنفس اقتصاد نشتغل سياحة بعد كده الحرية جاية جاية مع الاجيال القادمة مع التعليم ومع الجامعات منافذ النور بتشرق واحدة واحدة والاشراخ ده هيبقى له تمن ان هو هيمحي كل الظلام اللي موجود في مصر يارب بنحلم بنحلم باليوم ده فيه كمان خبر كنت عايز اجيبه خبر عالمي عن السياحة في مصر الحقيقة وده خبر اسعدني جدا ان حاجة عالمية وكارة انباء عالمية بتكتب عن السياحة في مصر يا سلام بتكتب اه وكتبت النهاردة كمان يعني المقال بتاريخ النهاردة اكتشافات الاثرية بمصر ستعمل على انعاش السياحة ده انعاش السياحة ده انت السياحة المفروض ميت مليون ومئة وخمسين مليون هو بس مش اكتشافات اثرية ده انت عندك كمان سياحة دينية وسياحة علاجية وسياحة شاطئية وسياحة تاريخية ده انت ايه ده في ايه اشتغل بقى اكتشافات سقارة ودي كتبت عنها ياريم عبد الحميد قالت وكالة السيشتات بريسل الامريكية ان مصر تراهن على الاكتشافات الاثرية القديمة لانعاش السياحة بعد ازمة جائحة كورونا واضحت الوكالة انه في الوقت الذي بدأت فيه بعض الدول الاوروبية عادة فتح احدودها امام السائحين الدوليين فان مصر تحاول منذ اشهر جذب هؤلاء السائحين للمواقع الاثرية والمتاحب ويراهن المسؤولين ان اكتشافات الاثرية لتعود لالاف السنين ستنعش سوق السياحة في ظل كورونا وما بعدها وتحتاج مصر لعودة الزائرين من اجل انعاش السياحة التي تعد احد اعمدة الاقتصاد وتحدث تقرير الوكالة الامريكية عن الاكتشافات التي تم الاعلان عنها مؤخرة مثل اكتشافات ما لايقل عن مئة تابوت اثري تعود الى الاهد الفرعوني والعصر اليوناني البطلمي في نوفمبر الماضي الى جانب اربعين تمثالا مذهبا تم العثور عليها بعد 2500 عام من دفنها وجاء ذلك بعد شهر من اكتشاف 57 تابوتا اخر اخر في نفس الموقع عندما اقبار تسقارة تضم الهرم المدرج واشارت الوكالة الى وصف وزير السياحة والاثار خالد العناني لمنطقة سقارة بانها كنز ويقدر اه ان ما تم اكتشافه من اثار الموقع لا يتعدى 1% يعني لسه فضل 99% ودي حقبة مهمة اوي الحقبة البطلمية او ما يسبق البطلمية وما بعدها ودي حقبة من 2000 و2500 سنة حقبة مهمة اوي في تاريخ مصر ونقلت السوشيات بريس عن العناني قوله ان اقبال السائحين زاد في الشهر الاشهر الاولى في 2021 مواربا عن تفاؤله بان المزيد سيأتون الى مصر على مدار العام وقال ان مصر مقصد ممتاز لما بعد كورونا حيث ان السياحة فيها سياحة الهواء الطلق ودي زيادة وما يدعو لتفاعل ايضا حسب الوكالة واعلان روسيا في ابريل الماضي خططها لاستئناف الرحلات المباشرة الى منتجعات البحر الاحمر السياحة الشاطئية وتحدثت السوشيات بريس عن اماندا 36 عاما سائحة من النمسا التي عادت الى مصر في مايو وكانت هذه هي ثاني زيارة لها منذ سنوات وزارة المتاحف المصرية ومتحف الحضارة والقاهرة الاسلامية وكانت تخطط لزيارة العام الماضي لكن لم تتمكن بسبب الوباء وقالت انها مجرد اعادة الفتح مرة تانية يعني جاءت الى مصر فقد كان حلمها ان تقوم بزيارة الاهرام مجددا اهرام حضارة فرعونية رحلة عائلة مقدسة بكل اثارها اكتشافات جديدة معابد فرعونية ايه تاني عايز ايه تاني فاضل تحضر الناس واستقبالهم للسياح وبلوكنا تتملي بالنعم اللي ربنا مدهلنا واحنا مش حاسين بيها نارج وزلك يعني في حاجات كتيرة قوي جايز احنا كنا عايزين ننوه عليها هو عن مجلة الكرازة هي دايما انت بتخش على الموقع بتاحها في ناس سألون يعني فقلت طب اجاو على السؤال ده بتخش على الموقع وبتيجي عند العدد وبدل ما بتحمله على الكمبيوتر بتاعك ان هو بالبي دي اف زي ما انا حملته كده وجبته لكم فالمخرج ممكن ان يوره ويعرض مجلة الكرازة من المجلات المتحدثة باسم الكنيسة المصرية وفيها كل الاخبار حتى فيها اسماء المنتقلين من رجال كهانوت حتى من المجتمعين موجودين من المجتمع المصري يعني وهي فيها مقالات عديدة جدا وكل الاباء الاثقفة والخمامسة المشهورين بيكتبوا في هذه المجلة زي ما حضرتكم شايفين كده هي بتظهر على البيدي ايف كأنها مجلة كأنك بتتصفحها دائما وبالالوان وكل حاجة وممكن تعمل لها داونلود بس تدخل وتسجل اسمك ويبقوا عارفين هما بيبعثوا المين وحضرتك كل المقالات اللي موجودة هي مقالات رائعة لقدسة البابا وللأسقفة للأنبا رفاقير وللأنبا سرابيون وكل حاجات الكنيسة الأورسزكسية الجميلة على مجلة الكرازة وتوقيع البابا على مقاله وتوقيع بعض الأسقفة والتهنئة والاجتماعيات وأخبار الكنيسة وبناء الكنايس وحتى لو كان فيه مشكلة بتبقى موجودة على صفحات مجلة الكرازة سهل جدا أنك تخش على الموقع الرسمي الكرازة وتسجل اسمك بالإيميل بتاعك وتحط الباسورد اللي هو الدخول السري وتتعرف على أخبار الكنيسة من منبعها لا تعتمد على اليوتيوب خش على الكنيسة من منبعها وأيضا جريدة وطني نفس الحكاية برضو لو عايز تخش عليها وأرثوزكس نيوز وكل الجرائد اللي بتتكلم باسم الكنيسة في كل مكان ربنا يبارك حضراتكم يبارك حياتكم وإحنا بس حبينا نرد على السؤال بتاع مجلة الكرازة وحتى في أخبار الكنيسة أول باول حضراتكم يعني تخشوا وتحطوا أسماءكم وما تنسوش دعمنا باللايكات والشيرات على السايد بتاعنا وكمان أيضا أنك تعرفون تعرفوا القناة للي ما يعرفهاش إذا كانت على الفضائية ممكن لو المخرج يقول لنا التردد بتاعنا في مصر مرة تانية للي ما يعرفش نبلغه يعني عن طريقنا يعني هو برضو اللي عارفه بيتفرج ممكن نبلغ التانيين بالتردد ودي سهلة إحنا على النيل سات وأيضا على بالنسبة في أمريكا على على التيفي باكسز وأيضا على الكمبيوتر وعلى الانترنت وأيضا على الموبايل يعني على الموبايل في الايقونة في أبليكيشن على سي سات والأبل برضو الأبل والسامسونج وكل الموبايلات اللي هي ممكن تتاع عليها الصورة بيخش عليها وتطلع الايقونة وفي الفيسبوك وفي لايف وفي كل حاجة يعني وعلى النت نفس الوضع برضو يعني نحن فاضل تفتح الحنفية تنزل سي سات يعني عاملين كل الجهد علشان نصل لحضرتك في كل مكان ونرجو إن احنا نخود أفداكم بالنهاردة أعيد دخول السيد المسيح إلى أرض مصر يعني بنحتفل بي اللي هو يوم واحد ستة وأيضا اليوم العالمي للأقباط والمميريال داي بنقول لكم حضراتكم كل سنة وحضراتكم طيبين يهميني اليوم العالمي للأقباط محدش ينساه كل سنة وكل مصري وكل ابتي وكل زردة مصر طيبة يا ربه بخير ربنا عيد عليكم الأيام بخير إلى أن نلتقي لكم من قناة السيسات أجمل أمنيات بالسعادة ترجمة نانسي قنقر